ولد الشيخ إلى صنعها لاستكمال بحث خطته للسلام مع وفد الانقلابيين فيما بريطانيا تبحث في مجلس الأمن مشروع قرار جديد بشأن اليمن الحكومة في الرياض أعلنت استعدادها لاستلام خطة المبعوث الأممي لكن ليس لقبولها بل للرد عليها رسميا بحسب تصريعات لمسؤولين في الحكومة القرار البريطاني المنتظر بحسب مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة يتضمن أربعة بنود رئيسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية ودعم خريطة السلام التي اقترح المبعوث الأممي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق في البلاد والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان القرار الذي لا يزال في طول المشاورات في مجلس الأمن ويعد لإنهاء الأزمة اليمنية يبدو من بنودي وكأنه حالة اعتراف ضمني بأن الحل لن يأتي قريبا خصوصا وهو يتحدث عن فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وهو ما يشير لأن القرار لا يقدم وصفة للحل بقدر ما يقدم وقفا مؤقتا للحرب وربما هدنة طويلة الحكومة التي لا تزال ترفض الخطة الأممية ترى أن الوضع لا يحتاج إلى قرار جديد وبحسب سفير اليمن في واشنطن فإن كل ما تحتاج الأزمة اليمنية في الوقت الراهن هو جدية المجتمع الدولي في تطبيق القرار 22-16 مجددا التأكيد على أن حكومته مع أي جهد دولي لحل الأزمة بما لا يتجاوز مرجعيات الحل المعتمدة وبما لا يؤسس لمزيد من الصراعات المستقبلية حسب قوله مزيد من الصراعات هكذا تفسر الحكومة خطة الحل المقدمة من المبعوث الأممي التي تحظى بالدعم الدولي ولا تزال الحكومة ترى أن الخطة لا تقدم حلا بقدر ما تقفز هذا المشكلة مع إبقاء جذورها قائمة بانتقالها إلى بحث مسألة الرئاسة قبل إنجاز مرحلة إنهاء الانقلاب وتجاوز أثاره الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل